لبنان وهذه الصورة هي من أكثر الصور تداولا نظرا إلى أنه فجر اليوم ما كانش سهل في بيروت بعد التهديدات اللي وصلت إلى عدد من اللبنانيين طبعا وشفنا نزوح كبير وكبير جدا في بيروت البيرح بعد غارات استهدفت عدد من فروع مؤسسة القرض الحسن تقريبا مش فقط في بيروت هي في كل لبنان ولكن في بيروت تحديدا حجم الغارات البيرح كان كبير وكبير جدا هذه الصورة صورة طائرة اللي تنزل مع طبعا الانفجات وراءها كانت هي أكثر الصور تداولا ولكن معلومة عن هذه الصورة هذه الصورة مشاهدين اللي لاحظتها هذه الصورة اللي كانت أكثر انتشارا للبيرح هي صحيح تعبر عن ما حصل لأنه فعليا بالفيديوهات وبالبث المباشر لاحظنا طائرة موجودة في المطار وحجم الدخان ولكن هذه الصورة أغلب الناس أو أغلب الاختصاصيين يقولوا أنه هي جينيريتد اي 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 يعني هي معمولة بذكال استناعي فقط إضافة الطائرة هذا لا يعني أنه لا يوجود إلى دمار ولا يوجود إلى غارات البيرح بل بالعكس كان موجود بشكل كبير ولكن ربما الناس نظرا إلى أنه طبعا لقات هذه الصورة ونشرتها مباشرة لا يعني كما قلنا أنه الموضوع محصلش بالعكس كان الموضوع حاصل وشفناه في بث مباشر من خلال تغطية كل القنامات الإعلامية وحتى في التلفزيون العربي شفنا بث في المباشر وصول الطائرة مع الدخان والغارات وراءها ولكن هذه الصورة فقط هي تحديدا اللي قد تكون نوعا ما أيضا تشكل مشكلة على بسئل التواصل الاجتماعي نظرا إلى أن الصورة أغلب التقارير تشير إلى أنه فقط تم إضافة الطائرة هنا يعني على كل أنه حبينا نوصلوا هالمعلومة فقط لتعلم الناس أنه الصورة هي هكا ولكن الغارات كانت موجودة خنشوفوا تغريد التلفزيون العربي البارح اللي طبعا حركة نزوحة سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مؤسسة القرض الحسن في ضحية بيروت الجنوبية والبقاء كما تلاحظوا في الفيديو طبعا كان هناك وجود للطائرة اللي وصلت في ذلك الوقت وهناك عدى أعمدة دخان عالية جدا تتصعد قريبة جدا يعني الغارات كانت في محيط مطار بيروت رفيق الحريبي الدولي وهذا اللي كان خطير وخطير جدا البارح نتمنيه السلامة في لبنان نتمنيه أنه الموضوع هذا ما يتفقمش أكثر وأكثر ما زالت الغارات متواصلة ما زالت الوحشية لهذا الاحتلال قاعدين نشاهدوا فيها كل يوم منذ أكثر من سنة في غزة في الضفة في لبنان وما زال الموضوع طبعا سياسيا لا وجودة إلى حلول فيه فقط نسمع كلام من هنا ومن هناك ولكن إلى حد هذه اللحظة ما زالت الناس تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الصور هذه الفيديوهات هذه المعاناة في لبنان في غزة وفي فلسطين